المكتب السياسي المكتب السياسي حيث لم يتم أخبار إلا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصدقة وبهذا الصدد يود المكتب السياسي لحزب تقدمه الشتراكية بداية أن يشيد وينوه بالأداء المتميز للرفقة شرفة ثلال المسؤولة والمنضلة لما أبنت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة في الماء أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة الدولة وذلك من خصال وطنية رفعة ودينامية متميزة وحيوية بارزة ونزاها عالية وحضور ميداني ملفت وقدرة على الإنجاز مشهود لها بها من قبل مختلف الفاعلين والمعنيين والمسؤولين وطنيين ومحليين وبعد دراسة مستفضة للمضوع من كافة جوانبه وذلك على ضوء التقرير الذي تقدم به الأمير العام للحزب وضمنه خلاصات اللقاء الذي جمع وفدا عن قيادة الحزب رئيس الحكومة يوم أمس فإن المكتب السياسي يعبره عن عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي في قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه والذي هم فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الدوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة فبالأحرام عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة هذا مع العلم أن وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقات مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات وعيد يذكر المكتب السياسي بالمسائل العديدة والمبادرات المتكررة التي اتخذها على الخصوص الأمير العام للحزب والرفقة شرفة فلال من أجل تدليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين الرفقة كتبة الدولة والمزير المسؤول عن القطاع والتي كان من الممكن تجاوزها بصياغ إيجابية متعددة ومتاحة فإنه يعتبر أن رئيس الحكومة الذي تقدم بهذا الاقتراح مطالب بأن يقدم لحزبنا وللرأي العام الوطني بشكل شفاف ومقنع التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن التساؤلات العديدة والمشروع التي تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي هم وحزب تقدموا الاشتراكية مباشرة وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والدعاءات المغرضة علما أن حزب تقدموا الاشتراكية عرف ما عرفه من صدمات منذ أن اختار المشاركة في الحكومة سنة 2011 إلى جانب العدلة والتنمية وأحزاب صديقة أخرى ومارس هذه المشاركة بجرأة وإقدام واستماتة وظل متشبتا بهذا الاختيار طلاقا من حرصه الشديد على الدفاع إلى المشروع الديمقراطي الذي ناضل دائما من أجله كما يؤكد المكتب السياسي أن هذا التدبير يعاكس تماما ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في الحياة السياسية يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسيين ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة وجعلها تطلع بالدور الأساس في إحداث التعب الوطني القادر على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي وتعزز مصار البناء الديمقراطي انسجاما مع الإرادة السامية التي تم التعبير عنها في أكثر من خطاب مالكي وخاصة في خطاب العرش وذكر تورة المالكي والشعب لهذه السنة ولذلك وختاما وفي انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية تفسر ما وقع فيقرر المكتب السياسي مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة يوم السبت 22 شتنبر قصد تطقيق تحاليل الحزب واتخاذ أنا داك الموقف الذي تتطلبه المرحلة اشترك في القناة الافقاء اشترك في القناة اشترك في القناة شكرا